موسيقى يا مرحبا فيكم عزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحاتك في رمضان ورح نتكلم اليوم عن موضوع العنصر الغذائي المنسي في رمضان طبعا في شهر رمضان الكريم تكثر وتتنوع الأطباع على المائدة الرمضانية ولكن غالبا ما تكون هذه الأطباق عالية بالكربوهايدرات وكذلك عالية بالدهون وتكون قليلة بالألياف الغذائية طبعا هذا الأمر رح يؤدي إلى أن الشبع يكون أقل وبوقت أكثر بما معناه أن الشخص رح يستغرق وقت طويل عشان يوصل لمرحلة الشبع وبالتالي الكمية اللي رح يتناولها غالبا رح تكون كميات أكبر إضافة إلى أن الأشخاص يكونون أكثر عرضة للأمساك فمهم جدا أننا ما ننسى نتناول الألياف وهي موجودة عندنا في الأغذية مثل عندنا الخضار ومنتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر اللي يكون كامل النخالة ومثل ما نعرف أن الألياف لها فوايد عديدة جدا ومن أهم هذه الفوائد هي الحماية من سرطان القولون والوقاية من الأمساك كذلك فالألياف تساعد في حماية صحة القلب وهي تساعدنا في تخفيض نصبة الكوليسترول أو كذلك في تنظيم السكر في الدم إلى جانب شيء جدا مهم أن التاعد في الشعور مثل ما ذكرنا بالشبع لفترات وأوقات أطول ومثل ما ذكرت مسبقا موضوع الأمساك هو الأمر هذا يعتبر شائع جدا في فترة رمضان فإذا كان الشخص يعاني من الأمساك فمن أهم الأمور اللي ممكن التاعدة هي أولا أنه لابد من الشخص هذا أن يشرب كميات كافية من السوايل والماء بشكل أخص من فترة الإفطار وحتى فترة السحور على الدفعات ما ينتظر وقت السحور ويشرب الماء بكميات كبيرة وفي دفعة واحدة وإنما مثل ما ذكرنا يتم شرب الماء على دفعات كذلك من الأمور المهمة هي عدم إهمال الصلاطات في وقت الفطور لأن مثل ما نعرف الصلاطات هذه غنية بالألياف الغذائية وتساعد في الوقاية من الأمساك هناك كذلك بعض الأطعمة لها تأثير جيد على الأمساك ومن أهمها عندنا الكومثرة والشوفان وبدور الشياء أما بالنسبة للأطعمة اللي يفضل أن يتم التقليل منها فهي الخبز الأبيض والحلويات والمقليات والمعجنات هذه كانت أهم من النصايح اللي حبينا نقدمها لكم بما يخص موضوع الألياف والعناصر المنسية في شهر رمضان مبارك عليكم شهر رمضان الكريم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة